بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وماذا تفعل قبل أن تدخل شركات التمويل في سوق الفوريكس حقيقة دي محاضرة مهمة لحضراتكم يجب أن تذاكرها بشكل كبير جدا وتركيز قوي طيب أول حاجة شركات التمويل المختلفة لا تقبل من هو دون سن 18 عام لو سنك قال من 18 عام ما بتقبلش اللي هي تمولك دي أول قعدة لو أنت من دون سن 18 عام ما تدخلش شركات التمويل ممكن تدخل عن طريق والدك بس خلي بالك من مسألة التوصيق لأن أنا خسرت حساب بسبب هذه المسألة وأحكي لك الحكاية جيت مرة فكنت مشتري من إحدى الشركات دون ذكر اسمها يعني كل رأس المال كل الحسابات اللي أنت أستطيع شراؤها اشتريتها فكنت بحتاج أشتري حساب آخر في هذه الشركة فأحد الأصدقاء اتصلت به فقلت له إيه رأيك أعمل حساب باسمك وأتداول عليه وأكتزل المرحلة الأولى ومرحلة الثانية وبعد كده نوصك الحساب الرجل قال لي مفيش أي مشكلة مشكورا يعني وفعلا اشتغلت على الحساب والحمد الله عدت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وجاء وقت التوصيق طبعا اتصلت بصديقي ده وقلت له عايزين بقى نوصك بقى يلا علشان هما هيقول لك افتح فمك وأومق برأسك فأنت عارف الحاجات ده فاعملها لقيته سكت كده فقلت له ايه في ايه قال لي أصلي بصراحة الحساب مش باسمي ده أنا عملته باسم والدي والده ده يعني فوق التمانين فوق التمانين عام فقلت له ما فيش مشكلة قال لي أصلي بصراحة هو رافض حكاية انه هو يفتح فمه ويومق برأسه ومش عارف ايه والكلام ده فروحت للراجل وقعدنا قصاد الجهاز الكمبيوتر بعد اذنك يا والدي افتح فمك كما يقول لك الروبوت الخاص ببرنامج الشركة افتح فمك فهي هنزل ليه كده يقول لي يا اخي عيب يا ابني عيب عيب اللي انت بتقولولي ده يعني ايه افتح فمك تقول له والله يا حاج انا مش ابوسك لو فاكر ان ابوسك مش ابوسك بس هو الشركة عايزك تفتح فمك عشان يتأكدوا ان انت قال لي ويتأكدوا ليه عارف بقى اللي هو يعني خلاص عدنا في مناقشات حوالي ساعتين ثلاثة انا تعبت نفسيا عارف لما تكون معادة تقييم مرحلة اولى ومرحلة تانية وقف معاك عالتوسيق والراجل خلاص قفلت معا خلاص دماغه خلاص والله ما اعمل الكلام ده فاهم انا في اليوم ده كنت زعلان مش زعلان من الصديقي انا زعلان من نفسي زعلان من نفسي ان انا عملت كده لان هو يعني اخطأ خطأ كبير ان هو ما عملش الحساب باسمه يعني انا لما قلت له خد الفلوس واشتري الحساب قلت له هو مش والده تمام فخلي بالك من النقطة دي خلي بالك من النقطة دي يعني انت ممكن مثلا ولد مادون التمنتاشر عام ويجي يروح عامل الحساب باسم والده تمام ويجي والده يعمل معاه نفس الحركة دي بعد ما يعد المرحلة الاولى و المرحلة التانية ما يرضىش يوصق هل هذا يحدث حدث كتير جدا تمام فخلي بالك من النقطة دي تاني نقطة لازم تشوف هل الشركة اللي انت هتشتغل معها ديت هل في حظر على الدولة اللي انت مقيم فيها حظر على الجنسية حظر على الاقامة تشوف حكايات الحظر الموجودة في الشركة دي تاني حاجة تالت حاجة الاستراتيجيات هل الشركة دي بتسمح بالاستراتيجيات اللي انت بتشتغلها ولا ما بتسمحش وتشوف بقى بنود الشركة المشكلة الرئيسية في شركات التمويل انها بتمثل عقود ازعاني طرف قوي ضد طرف ضعيف انت طبعا طرف ضعيف انت وانا احنا طرف ضعيف ومن ثم تستطيع شركات التمويل تغيير بنود الاتفاق وبنود العقد اللي بينك وبنا وقت ما تشاء وحيث ما تشاء زي ما هي عايزة وده يعني ده اسوأ حاجة في شركات التمويل تمكن تكون داخل شركات التمويل شركة التمويل مثلا علشان حساب بربعمائة الف تفاجأ ان الشركة الغت حساب بربعمائة الف ويصبح اقصى طموحاتك معها حساب بمتين الف تكون مثلا شركة اخرى تكون داخل معها علشان النمو يقول لك مثلا هتوصل معنا مش عارف النمو ايه بعد كده يخفض النمو يخفض حسابات يخفض نمو يغير من قواعد يقول لك لا احنا كنا بنسبح اللي انت تشتغل وقت الاخبار لا مش هنسمح اللي انت تشتغل وقت الاخبار وهكذا تغيير القواعد ده مشكلة رئيسية في شركات التمويل تمام فانت لازم تبقى عارف ايه اقل شركات بتغير من قواعدها الشركة اللي بتغير قواعدها كل شوية ديت تخاف منها تقلق منها تمام لكن الشركة اللي هي ما بتغيرش قواعدها اللي فين وفين اه، دي ماشي تمام؟ يبقى دي اا.. تالت حاجة السترجي و الالسترجي بقى تعرف هل هما بيقبلوا الهج لو انت كنت بتشتغل بهج تبقى عارف هل هما بيقبلو الهج ولا ما بيقبلوش الهج بيقبلو المضاعفات ولا بيقبلوش المضاعفات بيقبلو استرجية التكديس اللي هو تكوين مراكة الشرائية تفضل كل ما هو نازل عمل تشتري كل ما هو طالع عمال تبيع هل هما بيقبلوا الكلام ده ولا ما بيقبلوش الكلام ده والرفع عندهم قد ايه كل الحكايات دي لازم تبقى عرفها قبل ما تدخل شركة التمويل كمان قبل ما تدخل شركة التمويل لازم تبقى عارف هما هيعطوك الفلوس ازاي يعني هيسلموك الارباح ازاي ممكن يكونوا بيتطلبوا اللي انت تسجل في مواقع زي رايز ووايز والكلام ده كله لازم قبل ما تدخل شركة التمويل ديت تكون عامل حسابات في هذه المواقع ليه ما تسيبش نفسك لغاية ما ربنا يا كريمك وتعدل مرحلة القولة مرحلة تانية وتيجي بقى ووسقت وكل حاجة وعايز تستلم الارباح لكن مش عارف تفتح حسابات لا في رايز ولا وايز ولا اي حاجة تمام لا لازم تبقى عامل حسابك طبعا لازم تبقى عامل حساب في باينانس وتبقى عارف هتسحب عليه ازاي وفقا لبلدك هنا في مصر مثلا بتسحب عن طريق الفودافون كاش تبقى مزبط امورك المالية تحولات المالية هتجي لك ازاي تمام طبعا ولازم تبقى عارف ان بلاش الاستراجات اللي هي موجودة على الدهب او على المؤشرات لان اغلب او كل شركات التمويل بلا منازع كلها فيها انزلقات سعرية يعني ايه انزلقات سعرية يعني مسلا في الاخبار القوية تلاقي تحرقات كبيرة جدا تمام فانت حتى لو عامل ايقاف خسارة او حتى عامل هج هتلاقي السعر ما بطلقتش السعر ما بيتقفلش يعني مسلا دخلت مسلا الدولار كان الدولار ييني مسلا عند مية ستة وخمسين وتحرك السعر تكنت داخل مسلا بيع وتحرك السعر لغاية مية وستين تمام بس انت كنت عامل ايقاف خسارة عند مية ستة وخمسين تمانين تمام يعمل ايه يطلعك لغاية مية وستين وممكن ايقاف الخسارة يقفلها لك عند مية وستين تمام يقفلها عند مية وستين رغم اللي انت عامل مية ستة وخمسين تمانين ده اللي لنزلق السعر تمام فوقت الاخبار القوية ما بقاش لا يتم تفعيل ايقاف الخسارة ولا الهج ولا اي حاجة تمام فخلي بالك من مثل هذه الامور اغلب الشركات بيبقى فيها نزلقات سعرية كبيرة خصوصا على الدهب والمؤشرات فانت لو عاوز تشتغل مع شركة تمويل وتستمر ما تشتغلش على الدهب ولا المؤشرات تمام اه الدهب والمؤشرات ممكن يعدوك تقييمات وممكن يعمل لك فلوس بس في نفس الوقت في حالة الاخبار القوية للأسف بتخسر حساباتك بسبب ما يسمى بالنزلقات السعرية اهم قاعدة في شركات التمويل هي التعدد يعني اشتغل مع اكتر من شركة تمويل تمام ما تربطش نفسك بشركة تمويل واحدة لا انت ما تضمنش اي شركة تمويل تمام فلابد من العمل مع اربع شركات خمس شركات ست شركات تمام يكونوا ذات المصدقية عليهم تمام وطبعا بعد ما تراجعني راجع بقى انت بخبرتك اللي اكتسبتها بالشركات التمويل راجع مواقع الشركة وشوف هل هي ذات المصدقية عالية ولا غير زي مصدقية اه بالنسبة لمراجعات الاجانب ما بعترفش بيها انا انا شخصيا ما بعترفش بمراجعات الاجانب اه لان يعني ازاي بيقولك ايه الاجانب بيتكلمه خلاص يعني يفضل يقولك عالشركة اه هو بيسوق بيسوق للشركة لكن لا ينتقد شركة بيقولك الشركة دي لا فيها عيوب واحد اتنين تلاتة الراجل بيقولك الشركة كلها مزايا باسم الله ما شاء الله تمام اه فخلي بالك من مسألة مراجعات الاجانب خلي بالك من اه تراست بايلوت اللي هو الموقع ده ده ممكن موظفين تبع الشركة يدخلوا اه يقولوا اي تعليقات وفيه شركات كتيرة سكرت ابوابها وشركات نصابة وكنا ندخل على تراست بايلوت ده الموقع يقولك احلى كلام يقولك اشعار يقولك دي الشركة دي بسم الله ما شاء الله وانا مش عارف ايه سحبته خلي بالك من الصحبات يعني مثلا واحد صاحبك مثلا يقولك ايه انا سحبت من هزي الشركة مش دليل على مصدقية الشركة فاهم يعني حتى لو واحد صاحبك ده انت نفسك لو سحبت من الشركة ودي حصلت معايا اه الشركات نصبت علي بعد ما سحبت منها يعني سحبت منها ممكن شركة اسحب منها مرة اثنين وفي التالتة اه تنصب علي لا ما ليكش حاجة ويعمللك بلوك هل ده بيحصل اه اسأل هتلاقي بيحصل فتبتخيل ان صاحبك اللي قالك انا سحبت بالشركة انت مش هتصك فيه ده انت كمان مش هتصك في صاحبك انت نفسك السحب اللي انت عملته من الشركة انت مش هتصك فيه يعني اه كان احد الشركات اللي سكرت ابوابه كان احد اصدقائي سحب منها خمس مرات او ست مرات والله وكان بيقول لي عليها بيقول لي انت ايه مش مختنع ليه بالشركة قلط له الشركة دي هتنصب وقال لي ده انا سحبت منها خمس مرات وطوله حتى لو سحبت منها ست مرات ولا عشر مرات الشركة دي هتنصب وفعلا نصبت قال لي يا اخي انا مكنتش مصدقك لان انا سحبت منها خمس مرات فمستحيل هصدقك بس سبحان الله فعلا ترقت ناص صابة فهيبقوا طوله بس المهم اللي انت سحبت خمس مرات دي خلاص مفيش اي مشكلة فخلي بالك من النقطة دي يعني دي نقطة مهمة جدا ازاي بقى بتعرف ان الشركة دي نصابة ولا الشركة دي مش نصابة في حاجات كده بتبقى عارفة يعني لو شركة مثلا قالت لك اشتغل بأي حاجة فعهم سمحت لك التداول بأي حاجة والHFT مسموح بي اللي هي التداول بصفقات بقى عقود كبيرة وفي زمن ثلاث ثواني وخمس ثواني واغلق الصفقة لا دي شركة نصابة شركة نصابة فعهم لو هي سمحت لك بحاجات خيالية يعني وتعطيك بقى ايه يقولك ايه حساب بمليون دولار حساب مش عارف بكام طب ازاي وهنعطيك مئة بالمئة من الارباح طب ازاي يعني قللي البيزنس بلان اللي انت هتعمله انا راجل هشتري منك الحساب اللي هو بصلا بمليون ده بستة الاف دولار تمام فحساب المليون ده انا ممكن اكسب يعني اقولك ايه انا ممكن اكسب تلتمائة الف اربعمائة الف فحاهم فانت هتدهم لي منين كيف ستعطيني هزي الاموال لان اغلب شركات التمويل لا تنسخ الصفقات من العملاء من المتجرين انا عارف انا بقولك ايه وهقولك معلومة كمان اغلب شركات التمويل في بدايتها بتكون خسرانة بتبقاش كسبانا يعني هو عشان يعمل شركة تمويل ويقومها ويجيب موظفي قدمة عملة والموقع والشراء بقى المنصات المختلفة والاشتراك والحاجات دي كلها بتخسرهم يعني اول سنة بتبقى خسارة في الشركات التمويل لانه هو محتاج دعاية وش عارف ايه و ايه و ايه حاجات كتيرة جدا فبيجد نفسه في الاخر خسران تمام المحصلة بتكون خسارة وبعد كده لما بينتشر بيحاول يبدأ بقى يقف على رجليه ويعوض تمام اجلب الشركات بتعمل ايه بيقولك من خسارة المتجرين هنعطي الاخرين الارباح لكن بدأت شركات كتير يكون عندها محافظ وتنسخ صفقات من المتجرين ويكون عندها سنديق استثمار في شركات عملت الكلام ده علشان تتجنب الوقوع لان كل اللي بينسخوش صفقات واللي بيستغلوا ان هو هيدفع من الخاسر للرابح ده هيقع اجلا او عاجلا هيقع تمام ولازم قبل ما تدخل شركة التمويل ايضا تبقى عارف هل هما بيسمحوا بايقاف الخسارة ولا بيسمحوش بطلب ايقاف الخسارة يعني انت ممكن تترك الصفقات دون ايقاف خسارة عادي ولا لازم تعمل ايقاف خسارة هل التراجع الكل متحرك ولا ثابت ثابت طبعا افضل تمام مسألة النمو دي ما هتشغلش بلك بيها لان في الغالب يعني نص بالمئة من المتداولين هما اللي بيوصلوا او اقل من نص بالمئة هما اللي بيوصلوا لمسألة النمو دي يقولك اتنين مليون واربعة مليون والكلام ده قليل الاول فما تشغلش بالك بمسألة النمو فاهم اشغل بالك فقط بمسألة الصحبات طيب بالنسبة للصحبات بيبقى فيه مراجعات يدوية فوق العشر تلاف هتبدأ المراجعات اليدوية بيبقى مراجعات يدوية بسيطة يعني عشرين الف مراجعة يدوية وانش عارف ايه علي حسب برضو الشركة تمام بعد الخمسون الف لا امراجعات يدوية ايه بعد الميت الف لا امراجعة بقي انت ممكن تقعد معاهم أسبوع يرجعوا الحساب ويراجعوا الصفقات تفاهم فاااااا كل الكلام ده مهم لما تدخل شركة ايضا لازم تبقى عارف الشركة دي الاي بي القاس بيها حكايته ايه يعني هيسمحوا لك بتعدد الأجهزة ولا غير مسموح بتعدد الأجهزة تمام لان في شركات متشددة جدا في تعدد الاجهزة مجرد انت اشتغلت على جهاز وبعد كده اشتغلت على جهاز اخر يقولك لا دول شخصين يا سيدي هو انا انا راجل غني عندي جهازين يعني مش فاهم ودي تحصل في الواقع العملي يعني حصلت لانا في احدى الشركات اشتغلت على الكمبيوتر وبعد كده اشتغلت على اللابتوب فلقيت البنت بتكلمني اه لا ده واحد تاني بيشتغلك قلت لها واحد تاني بيشتغل دي ايه قلت لها ازاي ما احنا الاي بي ظاهر عندنا ان في جهازين قلت لها ايه جهاز الكمبيوتر الخاص بيه واللابتوب ايه المشكلة قلت لها من فضلك هو جهاز واحد وراحت عملالي بقى ايه بعتتلي كده ان انا افتح القمرة وانا بكلمها من خلال جهاز اللابتوب عشان تتأكد ان انا اللي بشتغل على اللابتوب شفت الحكاية مشكلة مشكلة والله شركات التمويل ديت فقلت لهم تاني ومن ساعتها بقى هو جهاز واحد اللي بشتغل عليه وخلاص ما فيش ايه مشكلة تمام فخلي بالك من النقطة ديت هل بتسمح ولا ما بتسمحش اه غالب الشركات داخل الدولة ما فيش ايه مشكلة داخل الدولة هيعده هالك لكن لو انت بقى دول مختلفة زي واحد صديقي سعودي كان بعيتلي مشكلة انه هو تداول الساعة حداشر حداشر صباحا يعني اه ظهرا في السعودية والساعة احداشر ونصف اه كان تداول في المغرب والساعة اتناشر كان في مصر والساعة واحدة كان مش عاب في السويد فكذا قلت له طب ازاي دي حصلت قال لي ابدا انا اتفقت مع صديقي مغربي يدير للحساب قلت له حلو قال لي عمل كم صفقة كده في اول نصف ساعة مع جابونيش فدت الحساب لوحد مصري قلت له اه قال لي عمل كده نصف ساعة كده اشتغل مع جابونيش طبعا قال لي مش عابل دي ده فاهم لف الكودة الارضية فطبعا الشركة سكرت له حسابه قلت له ايه ده يعني ابعت ليه ده بقى وصائق السفر اللي انت ذهبت لكل دول العالم ديت في يوم واحد فاهم فدي برضو من الكوارث فلازم اللي انت تبقى عارف وتبقى عارف انت ناوي تعمل ايه اه كمان العقود فيه شركات بتقبل بالعقود الكبيرة وفيه شركات لا ما بتقبلش بالعقود الكبير اللي انت تعمل هاي ريسك ومقامرة اغلب الشركات ممكن تمتنع عن دفع المستحقات للمتاجر علشان لهو بيشتغل بعقود كبيرة عقود ينم عنها انهو مقامر فاهم انا بقول لك الحاجات بوفر عليك يعني حاجات كتير فانتركز في هذا الفيديو لان كل حاجات دي كلها مشاكل كل الحاجات دي كان اا مشاكل بتعرض علينا وفعلا اا كانت مشاكل صعبة جدا انت بتكلم عن ناس اكتازوا التقييمات اكتاز التقييم الاول والثاني وخلاص هيبقى على حساب المول تمام فااا حاول تركز في هذا الفيديو وان شاء الله خير شكرا جزيلا شكرا